ونروح لختامنا لليوم أكيد ونختم مع الفن بعد نجاحهم كثنائي كوميدي بين المسرح والدراما والسينما أبطال حدك مدك عبدالله زيد وجمعة علي اشتمع وسينمائيا مرة ثانية في عمل كوميدي إماراتي طبعاً لجمال سالم بعنوان فلفل أبيض أبطال فيلم ضيوفنا اليوم رح فيه مهمة مسك ختامنا لي اليوم أهلاً وسهلاً ياهلاً وسهلاً ياهلاً بدايةً مبروك على هذا العمل وهو رح يكون في دور العرض قريب صحيح؟ إن شاء الله طبعاً الفيلم اليوم طبعاً الافتتاح نعم ويبدأ إن شاء الله الفيلم في دور العرض اعتباراً من واحد ثماني إن شاء الله في كل سالمات الدولة والخليج كذلك نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق عبدالله على أعتبار أنه أنت مخرج ومؤلف لو نتكلم عن النقاط اللي يتناولها هذا الفيلم وكيف تشوفون تأثير الكوميديا وأيضاً القضايا والرسائل اللي يقدمها الفيلم طبعاً في البداية نشكر أصدارتكم الجميلة لأن أنا وأخوي الفنان جمعة والفيلم طبعاً من كتابة الأستاذ والمعلم طبعاً جمال سالم ونحن على مدار ثلاث أعمال تقريباً متعاونين في مجال السينما وصارنا في السنوات الأخيرة الحمد لله هناك قبزة نوعية في كل عرض هناك قاعدة جماهيرية قاعدين ننكونها على فترات منذ انطلاق الفيلم الأول هو حب ملكي ومن ثم فيلم عوار قلب والآن فلفل أبيض قصة الفيلم طبعاً نحن حريصين ما نحرقها يعني رؤوس أقلام نعم فنتكلم عن رؤوس أقلام طبعاً في العمل إن شاء الله الشخصية هنا طبعاً شخصية أحميدان في الستينات من العمر نعم رجل مكبريني نعم مكبريني من الستينات من العمر طبعاً قضى معظم شباب ومثما يقول عني وردة عمره في أذية الناس فكان مؤذي جداً يعني إلى أن ألتقى في شخصية امراد أخوي جمعة وعملنا إدويتو في انطلاقة هذا الفيلم أني أروح واعتذر من كل الناس اللي أسأت لهم فقط يعني لا تكثر علي يمكن عبد الله أنت وجمعة اجتمعته في أعمال كثيرة يعني كيف تأثر هذه الكيميا بين الشخصيات في توصيل رسالة الفنية والله يمكن أنا وعبد الله أصدقاء خارج نطاق الفن ودائماً أنا وياه يعني متفقين وغير متفقين في بعض الأشياء ففي تناقضات بيني وبينها ولكن تناقضاتنا كوميدية يعني فعدنا التواصل يعني الكيمياي شي طبيعي يعني إذا كان هم أصدقاء خارج الوسط وهم أصدقاء في الوسط فهذا شي طبيعي يعني فدائماً في مرونة وصرنا نفهم بعض مثلاً إذا هو يفهمني أنا فهمه يمكن أكثر شخص يفهمني سواء كان على المسرح ولا على التلفزيون ولا حتى بالأفلام وعدنا مواقف كثيرة يعني فدائماً في مطبات ودائماً متناقضين ودائماً كده ولكن تجمعني المحبة يعني أنا أقول عبد الله أخوي اللي ما يابت أمي فالله يجمعنا دائماً على محبة ودائماً نحقق إنجازاتنا طبعاً نحن أنا والأستاذ جمال سالم والأستاذ عبد الله دائماً نحن الثلاثي يعني نحن الثلاثة ما نفترق عن بعض الله يفرقهم آمين يا رب عبد الله نشوف دائماً لما تشتغل على شخصية تتعمق فيها وتهتم بالتفاصيل الآن أنت كدور يعني رجل ستيني نعم ستيني جاد خلينا نقول ومعتذر كيف اشتغلت على تفاصيل هذه الشخصية من ناحية مثلاً الميكوب من ناحية اللبس لو تحدثنا عن هذا الموضوع هو الموضوع الميكوب أو اللبس أو طريقة الشكل هذه هينة الأصعب من هذا الموضوع ما بين السطور طريقة كتابة هذا النص والحالة الاجتماعية أو الحالة الفطرية لهذا الرجل العجوز هل هو متألم هل هو نادم هل هو يعاني من من يعني اطرابات أو مشاكل نفسية ايه مشاكل نفسية فهني الأصعب أما موضوع الملاعظ هذا هين حدثنا عن الأمور اللي لها علاقة بالشخصية وبنفسية كيف تقمصها كيف شكلت حميدان والله حميدان هو كان بالفعل دور صعب حتى محافظتي على طبقة الصوت أثناء التصوير أحياناً يفلت الصوت فيقول لي المخرج لحظة ارجع عبد الله صوتك فلد فعندك حرص أثناء التمثيل يعني في عندك حرص على نفضة الجسم بس هو يعني ستين ستين شوي مو كبير والله يشوف في ستين متخشول في ستين ما شاء الله هذا متخشول خلينا متخشول يعني فيه ما شاء الله يعني ناس بالثمانينات وهم يعني بخير وعافية وفيه شباب بالأربعينات متخشول متخشول ايوه فهذه الصعوبة في تقمص هذه الأدوار يعني بين تعبير الوجه بين لغة الجسد بين الحال النفسية بين طبقة الصوت بين الحوار بينك بين المثل فهذه كانت فقط الصعوبة وإن شاء الله يعني راح ينعرض الفيلم بعد يومين وراح ينال عجابكم إن شاء الله إن شاء الله جمعة يمكن الفيلم يناقش قضايا محلية بس كان فيه مشاركة المثلين من العالم العربي هل بيساعد هذا الشيء في انتشار الفيلم أكثر وطبعا ما فيه شك تشرفنا طبعا الفنانة دانا حلبي في هذا الفيلم وكان الساد جمال يعني حريص أن يجيب يعني شخصية عربية واختياراتها دقيقة جدا أنا أتوقع بالعكس راح يفيده وراح يكون فيه انتشار أيضا مثلا راح يورد الفيلم في لبنان مثلا لأن فيه نجمة لبنانية معانا والقضايا اللي تطرحها بأي فيلم كان من يكون يعني أكيد لها يعني أبعاد ولها يعني لها رمزيات احنا بالفيلم ونخليها للجمهور بس شيء طبيعي هذا يعني أن يكون فيه يعني مثلا أي سواء كان ممثل إماراتي سعودي بحريني كان من يكون أكيد لها دور طبعا في انتشار الفيلم أنا أسألك يعني أي واحد منكم حب يجاوب على هذا الإجابة أو حتى ناخذ إجابتين احنا دائما نشوف العمل الإماراتية قيمتها الإنتاجية عالية جدا فيها عمل كبير ولكن يعني إذا تتفقون هل تشوفون أنه العمل السينمائي الإماراتي الآن يحتاج إلى انتشار أكثر ولو يحتاج ما هي المعويقات لانتشار العمل الإماراتي والوصول يعني عربيا بطريقة أفضل والله العربيا البركة بالإم بي سي نعم إذا أبغيتون لحق الانتشار إم بي سي ما عندها سينما نزيل لا الانتشار البركة بالإم بي سي تعثبار الآن ما شاء الله معلم إعلامي في الوطن العربي وهرم لا يمكن الواحد يغض النظر عنه بأمانة في كل بيت موجود على مستوى الوطن العربي تواجدكم أنتم معانا نحن من ناحية العرض من ناحية العرض راح يكون بالعكس مصدر قوة لأي فنان مش فقط إمارات يعني نقول أنه الفيلم الإماراتي يحتاج دعم إعلامي بالفعل يعني هو الدعم موجود طبعا لكن الانتشار يعني مثلا نحن خلنا نقول نجوم محليين في الإمارات لما نكون نجوم خليجيين قد ننتقل في الخليج ومن ثم العربي فهو الانتشار جدا مهم وأنا أتوقع أن دولة الإمارات الحين والسلمة اللي موجودة حاليا وإضا الآن بالمملكة صاير فيه توجه حلو فأتوقع راح تطلع ثمار يعني بعد عشر سنوات جدا إن شاء الله ونقول أنه حتى المرحلة اللي انتم فيها هي مرحلة بتأسيس وأنتم من رواد هذه المرحلة وأنتم منالكم دائما التوفيق احنا نقول يعني بآخر لقاءنا اليوم المشاهد اللي قاعد يشوفنا الآن وبعدها أروح للفيلم لا أما أروح شو نقول له لا يروح يروح ها عشان كل المتابعين إن شاء الله إجباري على دور السينما إن شاء الله هو طبعا الفيلم يعني فيلم كوميدي يعني مون زكي فيلمنا يعني كانت لنا التجارب سابقة في عوار قلب كان العدد جدا جميل بالنسبة كإماراتي يحضرون هذا العمل يعني 93 ألف مشاهد في الإمارات فقط فهذا العمل يمكن جرعته الكوميديا أكثر فإحنا طبعا أكيد نصح الأخوة والجمهور اللي يتابعونا في الإمارات إن يتشوفون هذا الفيلم لأن الكمية الضحك اللي موجودة بهذا الفيلم أعلى من عوار قلب في خطة ممكن يعرض خليجيا هي طبعا خليجيا نعم في السعودية في إعمان في كل مكان من شاء الله التوفيق دائما وأبدا وتمنى التوفيق لهذا النجاح والأعمال القادمة فلنسألهم إذا يحبوني الباستا ولا لا هذا السؤال مرة مهم الباستا كيف أمركم على الباستا والله قبل ما ندش يسأل عن الغدا أنا أتغدس ساعة واحدة يعني ما أتأخر والباستا لعبتي ترجمة نانسي قنقر